دلوقتي خلين نروح نصبح على زملتنا هالة الحملاوي ونتعرف بنا على آخر أخبار التقص والمرور في القاهرة والمحافظات صباح الخير عليك يا هالة صباح الخير هالة صباح الخير جمانة صباح الخير محمد وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا هنبدأ دلوقتي جولتنا المرورية وهنستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر طبعا بنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة وتحديدا من كبري أكتوبر اللي بيشهد كسافات مرورية وتباطؤ لحركة السيارات أعلى الكبري بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة لغاية رمسيس والمتجه من مناطق وسط المدينة وحتى مدينة نصر والشارع رمسيس نفسه بيشهد كسافات مرورية بس هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة كبري 15 ميو المتجه للمهندسين عليه كسافات مرورية أما شارع بورسعيد من نزلة كبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمرة فيه كسافات نسبية عند الويلي والحد كبري السحل والأميرية والكرنيش من المظلات إلى وسط البلد فيه كسافات مرورية بسيطة ومتقطعة أما المتجه للمؤسسة في سيولة مرورية معادة بعض الكسافات عند المظلات نروح لمحافظة الجيزة تعالوا نشوف شارع الهرم اللي بيشهد كسافات مرورية والكسافات بتزيد مع ساعات الزراب كمان بقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد طباطؤ في حركة السيارات فيه كسافات للمتجه لكبري الجيزة المعدني وفي شارع فيصل فيه كسافات مرورية بتبدأ من محطة المريوتية ومكملة لحد كبري فيصل أما في محافظة الإسكندرية ففيه كسافة مرورية عند كبري ستانلي وعلى طول الكورنيش وكسافات متفوتة عند الإشارات بطول الكورنيش أما بقي الشوارع الجانبية ففيه سيولة مرورية نسبية شارع جمال عبد الناصر فيه كسافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيم نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كسافات مرورية ولكنها متحركة هنكمل معاك وجولتنا المرورية ونروح أسوان وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية وعلى طول الشارع هنلاحظ أن فيه كسافات مرورية بس بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كسافات مرورية كمان أيضا فيه كسافات مرورية في شارع الحددين وشارع الإمام الشفعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكسافات المرورية كده خلصنا نشرتنا المرورية المفصلة استعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة الطقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال السعيد فيه شبورة مائية الصبحة لبعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية كمان فيه فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 26 وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 29 أقل درجة حرارة في كاترين 20 درجة طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل ولكن بعد شوية دلوقتي عودة مرة أخرى لمحمد وجمانة ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر شكرا لك يا هل شكرا لك يا هل شكرا لك يا هل